اشتركوا في القناة اشيرا إلى أن أسباب ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة يكمن بسبب عدم التزام بعض الأفراد بالتطبيق السليم للإجراءات الوقائية والاحترازية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفترة من خلال هذا المؤتمر بذن الله سأحب أن أكد على نقاط أساسية أولا بالنسبة للمسؤولية خلال المرحلة المقبلة المسؤولية الفردية ترتكز على استمرار الأفراد بالالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتجاوز هذه الجائحة بنجاح وحماية نفسه وأسرته ومجتمعه فأول نقطة هي أن هناك مسؤولية تكون فردية ومهمة جدا مثل ما ذكرنا ثانيا أدعو الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن وجود الأعراض الخاصة بالفيروس والتي ستسهم في سرعة عزل الحالة القائمة وتقليل أعداد المخالطين وبالتالي سرعة علاجها وسرعة تعافيها بذن الله ثالثا تتمثل أسباب ارتفاع أعداد الحالات خلال الأيام الأخيرة لعدم التزام الحالات بالتعليمات وتهاونهم في التطبيق السليم للإجراءات والتدابير الوقائية